هل تعتقد بأنه دكتور معتاز حزب الله يحتاج لوقت طويل لإعادة ترميم نفسه؟ يعني تأخر الأعلان عن مقتل حسن نصر الله من عام حزب الله لم تيصدر أي بيانات تؤكد أو تنفي المعلومة كان المشهد يعني يكتنفه الغموض لساعة طويلة كما تعلم يقال أنه تحضيراً للبديل فكيف هو نهج التعامل أو سيناريو التعامل مع هكذا أحداث عادة؟ هل يحتاج الحزب إذن لوقت طويل لترميم نفسه؟ أنا أعتقد عملية تأخير الإعلان ليس في صدد الحاجة إلى بديل وإنما نتجه لشدة الضربة الجوية والتشتت ما بين القيادة وبعض الجات التنفيذية والمكاتب التنسيقية هل تجعل التأخير في عملية إعلان عن اغتيال السيد حصب؟ هذا نقطة ثانية بالتأكيد هذه العمليات التي تقوم بإسرائيل سوف تجعل حزب الله مريض لا يستطيع أن يقود أي عملية سياسية أو عسكرية وإنما فقط أسوة بحركة حماس ولكن لا يريد أن ينهي هذه الحركة أو الحزب ولكن من جهة يريد أن يعطي تصور بأن كل الأحزاب الأيدينية المعادية ولا سيما المرتبطة أيدلوجياً بإيران سوف يكون هذا مصير إذا ما استطاعت أو تجرأت على قصف إسرائيل أو تدخل في محور الصراء أو عملية فرض القوة وعملية سياسة نتنيا أو دي العدائية الشرسة والهمجية تجاه الشعوب العربية الإسلامية هو اللي سوف يكون في النهاية صوت لمن يريد أن ينصر قضية الفلسطينية ويريد أن يقدم الغالي والنفيس في سبيل القضية وكان المتصدي لهذا المشهد أعتقد كان مفترض أن يكون إيران ولكن إيران هناك خذلان من قبل إيران لأغلب الجهات إذن هذا التأخير في الإعلان بالتأكيد أو النفي فيما يتعلق بمقتل أمين عام حزب الله لم يكن لتهيئة أو تحضير وتجهيز البديل علما أن أنباء حاليا دكتور معتاز تتحدث عن تسليم نعيم قاسم منصب أمين عام حزب الله خلفا لنصر الله مؤقتا حتى اختيار الخلف حتى اللحظة لم تؤكد هذه الأنباء هي ليست بالمعلومات أنباء تتحدث عن تسليم نعيم قاسم منصب أمين عام حزب الله خلفا لنصر الله مؤقتا من الواضح دكتور معتاز بأن الحزب لا ينتهي بانتهاء أو باعتقال شخصية ولكن ربما هناك مغالاة عندما نطرح سؤال هل انتهت الحرب أم هدأت الأمور لحين تسويت هذه الجزئيات لن تتهي الحرب ما بين حزب الله وبين إسرائيل إلى قيام الساعة مثل ما يقول ولكن عملية تغيير هيكلية الحزبية أو ما تتزعم هذا الحزب يشكل تأثيرا كبيرا على هيكلية الحزب وعلى أدواتها التنفيذية وعلى أرض الواقع باعتبار لدي تجربة التجربة الأولى تتعلق عند اغتيال سليماني جانا قآني عملية إدارة هذا الملف صعب جدا باعتبار أن السيد حسن نصر الله يمتلك علاقات أقليمية وعربية له باع طويل عملية في انشقاق حزب الله من حركة أمل وهذا العملية المؤسساتية واستطاع أن يقدم ابنه أعتقد المهدي أو الهادي إلى عملية في 1997 فبالتالي ما يملك هذا الشخصية حسن نصر الله من إمكانيات وثقر سياسي على مستوى لبنان وعلى مستوى الاقليمي والدولي أعتقد سوف يؤثر على طبيعة قوة الحزب ولكن إذا ما نتساءل هل الحزب سوف يبقى بالتأكيد الحزب سوف يبقى وحتى إسرائيل تريد أن يبقى الحزب لكي تستطيع أن تتذرع بما تملكه من دعم وأدوات وتسليح ودعم أوروبي بأن هناك خطورة على جبهاتها فبالتالي إسرائيل تريد أن يبقى الحزب ولكن تريد أن يبقى الحزب أن لا يشكل خطورة بفلسفة إسرائيل وإنما فقط يهدد من أجل الحصول على ذراع تستطيع بها أن تمارس سلوكيات الهمجية والعدوانية تجاه الشعوب العربية اشتركوا في القناة